أعلن على أنه المتحدة للرياضة مع أبو ظبي الرياضي اعتمدوا نظام خاص بالبطولة وقالوا أنه أبرم مجلس أبو ظبي الرياضي مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر اتفاقية شراكة لإقامة كاس السوبر المصري للأبطال في أبو ظبي لأربع مواسم تالية يعني الأربع سنين الجيين ابتداء من الموسم ده عشرين تلاتة وعشرين لأربع سنين الجيين السوبر المصري في أبو ظبي الاتفاقية أكدت على تجديد استضافة أبو ظبي لكاس السوبر المصري في نسختها الأربع المقبلة السبعة والتمنة والتاسعة ده بعد نجحتها يعني في النسخ السابقة والاتفاقية المبرمة بين الاتحاد وبين مجلس أبو ظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة بتعزز الحرص على هذه الشراكة طيب مين اللي حيشارك؟ أربع فرق على النحو التالي بطل الدوري العام وبطل كاس مصر وبطل كاس الرابطة المصرية المحترفة ووصيف الدوري المصري العام ليه بقى؟ قال لك في حال حصول بطل الدوري على الكاس أو كاس الرابطة يستبدل بوصيف كاس مصر طيب في حال حصول بطل كاس مصر على كاس رابطة الأندية يستبدل بوصيف كاس مصر في حال تكرار نفس الفريف في البطولات الموضحة علىه تتم الأولوية في المشاركة حسب ترتيب أندية الدوري اشتركوا في القناة